عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي النموزجين دول طبعا هنا بدأ الغلاف النووي يزول وتتضح الكروموسومات هنا السنتريولان بدأوا يتبعدوا عن النواة متجهين إلى أقطاب الخلية ثم في مرحلة متأخرة من المرحلة التمهيدية بيبدأ الغلاف النووي يزول تماما وتنتشر المادة الوراثية أو الكروموسومات في السيتوبلاز مفصورة خيوط وتبدأ السنتريولان أو بيبدأ السنتريولان في تكوين أشعة المغزل طبعا في المرحلة الاستوائية الكروموسومات استفت على خط استواء الخلية وبدأت أشعة المغزل في قطباء الخلية تتجه إلى السنترومير وتتصل بالسنترومير في كل كروموسوم وبعدين بعد كده في المرحلة الانفصالية أشعة المغزل بدأت تنكمش ناحية الأقطاب مما أدى إلى انقطاع السنترومير في كل كروموسوم فانفصلت الكروماتيدات الشقيقة كل مجموعة كروماتيدات اتجهت إلى قطب من أقطاب الخلية هنا الخلية دخلت في المرحلة النهائية طبعا زي احنا شايفين بدأت تتكون مجموعة كروموسومية جديدة في كل قطب من اقطاب الخلية لان كل كروماتيد بدأ يبني لنفسه كروماتيد جديد شقيق فاتكونت مجموعتين كروموسوميتين جداد طبعا كل مجموعة من المجموعة دي هيبدأ يتكون حواليها غشاء نووي علشان تتكون نواية جديدة قبل ان تدخل الخلية في مرحلة الانقسام السيتوبلازمي هنا في المرحلة دي او في الجزء ده من الانقسام بدأ يحصل عملية الانقسام السيتوبلازمي زي احنا شايفين الكونت نواية جديدة في كل جزء من اجزاء الخلية وبدأ يحصل عملية تخصر وفي النهاية بتنقسم هذه الخلية الى خليتين